مع انتهاء العام 2020 شهد مؤشر ويبسوس لثقة المستهلك الأردني ارتفاعا بنحو 5 نقاط ليقترب بذلك من مستواه في الربع الأول من ذات العام عند بداية الجائحة بسبب أمال الأردنيين بتحصن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الجديد 2021 وأبهرت نتائج الاستطلاع حول تقييم المشاركين للوضع الحالي للاقتصاد فإن 29% اعتبره قويا مقابل 53.8% ضعيفا فيما اعتبر 17.2% أنه ليس ضعيفا ولا قويا أما نظرتهم المستقبلية للوضع الاقتصادي فقد رأى 36.2% أنه أقوى فيما رأى 20.2% أنه سيكون أضعف بينما رأى 43.6% من المستجيبين أنه في نفس الوضع أما في تقييم القدرات المالية الحالية للمواطنين مقارنة مع 6 أشهر سابقة فقد تبين أن 19% يقولون أنه أقوى فيما يرى 62.3% بأنه أضعف فيما اعتبر 18.7% أنه في نفس الوضع أما النظرة المستقبلية لقدراتهم المالية لفترة 6 أشهر مقبلة فقد رأى 42.8% أنه سيكون أقوى و 16.8% سيكون أضعف فيما رأى 40.4% أنه سيكون في نفس الوضع أما أكبر الهموم التي تواجه المواطن فما زالت البطالة تتصدر القائمة بنسبة 58.5% ثم التكلفة العالية للمعيشة بنسبة 40.8% فيما كان الفقر واللا مساوى الاجتماعية في المرتبة الثالثة بنسبة 38.7% أما مستوى الأمان الوظيفي مقارنة في 6 أشهر سابقة لوقت إجراء الاستبيان فقد رأى 71.8% أقل ثقة بينما كان 28.2% أكثر ثقة و حول احتمالية فقدان العمل فقد أجاب 71.8% بأنه محتمل فيما أفاد 28.2% أنه غير محتمل و حول القدرة على الاستثمار في المستقبل مقارنة مع 6 أشهر السابقة لوقت إجراء الاستبيان تبين أن 68.3% أقل راحة للإقبال على هذه الخطوة فيما أجاب 31.7% بأنهم أكثر راحة لهذه الخطوة و حول القدرة على شراء المواد المنزلية المعمرة أظهر الاستبيان أن 75.5% من المشاركين كانوا أقل راحة فيما كان 24.5% يشعرون براحة أكثر موسيقى